دعماً لانتفاضة تشرين ضد العملية السياسية وقوها عقدت القوى الوطنية الموقعة على الميثاق الوطني العراقي مؤتمراً صحفياً تطرقت فيه إلى آخر التطورات في العراق والتظاهرات الشعبية الغاضبة حيث أكد مك نزال عضو اللجنة التنسيقية للميثاق الوطني العراقي دعم القوى الموقعة على هذا الميثاق الكاملة للتظاهرات في العراق توضحت الصورة منذ الساعة الأولى لهذه الانتفاضة على أنها ثورة شعبية حقيقية هذه المرة لا تطالب بماء وكهرباء وإنما تطالب بنسف هذا النظام المهترئ وعمليته السياسية وأصنامه التي فرضها المحتل على العراق فرضاً هذه الانتفاضة التي نسفت مشروع الطائفية المقيت وجعلت العراق واحداً في ربع ساعة أول ربع ساعة فهمنا من هؤلاء الشباب ماذا يريدون كما أكد النزال على أن انتفاضة تشرين هي امتداد طبيعي لكل الحركات الوطنية العراقية التي شهدها العراق بعد عام 2003 إن الانتفاضة الحاصلة في العراق في شهر تشرين هي استمرارية لانتفاضات سابقة ضحى بها شبابنا بأرواحهم ودمائهم لكي يعود العراق إلى سابق مجده التليد والممتد لسبعة آلاف سنة أما الشيخ أحمد الغانم رئيس مجلس العشائر العربية في جنوب العراق فقد وصف هذه التظاهرات بالثورة الشعبية ضد الظلم والفساد الذي أوجده الاحتلال الأمريكي ومشروعه السياسي المتمثل بالعملية السياسية وقوه عندما نتحدث عن ما قام به الشباب في الأيوم الأول من التشرين هي ثورة عظيمة ثورة الكرامة والعز والشرف إنها ليست مظاهرات من أجل مطالب ضيقة كما يريد الآخرين أن يصوروها أو البعض من أن يصورها إنه مظاهرات مطالب وإنما هي ثورة ثورة الكرامة ثورة ضد الظلم ثورة ضد الحيف الذي أصاب أهلنا في الجنوب والفرات الأوسط وقال الشيخ الغانم إن الشعب العراقي شارك وسيشارك في هذه الانتفاضة ولا سيما العشائر العربية في جنوب العراق ومحافظات الفرات الأوسط وأن القمع الحكومية لن يخمد هذا الحراك الشبابي هذه الثورة لا يمكن أن تتوقف رغم القمع الذي مورس ضدها الشباب قدموا الكثير من الشهداء ما يقارب لحد هذه اللحظة 250 إلى 300 شهيد 7000 جريح هيهات لهم أن يركعوا هؤلاء الشباب هؤلاء الشباب انطلقوا والآن الانتفاضة ستبدأ يوم 25 في مستوى عالي جدا وأكدت القوى الوطنية الموقعة على الميثاق الوطني العراقي أن هذه التظاهرات الشبابية هي حراك عراقي بحت بلا هويات أو لافتات حزبية أو مناطقية وباتت الرهانة المعولة عليه في رسم مسار الإنقاذ الوطني للعراق من نفق العملية السياسية وقواها